في يوم الجمعة الثانية منزل حجة إذا لم تقرأ هذه السورة المباركة فإنك ستكون من الخاسرين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها القرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم اللهم يا رب ارزق كل من فتح هذا المقطع وقال آمين اللهم ارزقه من حيث لا يحتسب اللهم حقق أمانيه واجبر بخاطره اللهم صخر له بركات السماوات والأرض وسخر له ملائكة السماوات وجنود الأرض واعف عنه يا رب وفرج أمه واجدي دينه وسهل له أموره وسعده في الدارين الدنيا والآخرة يا رب العالمين هو وكل من قال آمين يا أرحم الراحمين مشاهدين الكرام في يوم الجمعة الثانية من شارز الحجة المعظم صورة عظيمة وجليلة تحمل لك بشارة وخير كثيرين بإذن الله سبحانه وتعالى فاكرأ هذه الصورة المباركة بهذا العدد وانتظر الفرج والأرزاق والخيرات بإذن رب العالمين واعلم بأن هذه الفائدة فيها خير كثير لنا ولكم واعلم بأن هذه الفائدة فيها خير كثير لنا ولكم وللجميع المؤمنين إن شاء الله حاول أن تستفيد منها خير استفادة ولا تضيع منها أي دقيقة واحدة وبعد أن تنتهي منها شاركها مع من تحب ولا تبخل عليهم بهذه الفائدة العظيمة المباركة بإذن الله واعلم بأن الله تعالى قد وضعها في طريقك لأنك في أشد الحاجة إليها لذلك أكمل معنى هذه الحلقة إلى آخرها حتى نتعرف على هذه الفائدة العظيمة المباركة بإذن الله تعالى ولكن قبل ذلك أطلب من حضراتكم أن تعطروا التعليقات بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن لا تبخل علينا بعمل إعجاب لهذا المقطع والاشتراك في القناة فهو لن يكلفك أي شيء ولكنه يعني لنا الدعم الكبير وحتى نصل لأكبر عدد من المسلمين فتؤجر وتعم الفائدة فتؤجر وتعم الفائدة إن شاء الله أما بعد أحبتي في الله فاليوم هو يوم طيب مبارك بإذن الله تعالى فهو يوم الجمعة المباركة يوم عيد المسلمين وخصوصا أن بكرة بإذن الله أو غدا هو وقفة عرفة أو يوم عرفة كل عام أنتم بخير وكل الأمة الإسلامية بإذن الله تعالى أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات أحبتي في الله فيوم الجمعة يوم عيد المسلمين وهو اليوم الذي خلق فيه آدم عليه السلام وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة وفيه ساعة استجابة لا يوفقها عبد المؤمن يدعو الله تعالى إلا استجيب له بإذن رب العالمين وهذا اليوم الطيب المبارك يصادف ليلة يوم عرفة فهي ليلة عظيمة ويوم عرفة ويوم عظيم ويوم يستجاب فيه الدعاء كما قال نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم وشهر زل حجة هو شهر مبارك فهذه الجمعة الثانية إن شاء الله بإذن الله فيها ما فيها من الخيرات والبركات التي لا تخفى على أحد من العباد بإذن رب العالمين فمن مواسم الطاعة العظيمة العشر الأولى من زل حجة والتي فضلها الله سبحانه وتعالى على سائر أيام العام فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر الأولى من زل حجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وما له فلم يرجع من ذلك بشيء فينبغي على كل مسلم أن يسارع في هذه العشر بالتوبة النصوحة إلى الله عز وجل ثم يستكثر من الأعمال الصالحة ومن الباقيات الصالحات والذكر عموما ثم تتأكد عنايته بالصيام والإكثار من التكبير والتهليل والتحميد والتزبيح وأداء الحج والعمرة لمن استطاع عليهم سبيلة وأداء الأضحية في يوم النحر إخوات الكرام اليوم فائدة عظيمة لها أسرار كبيرة في هذا اليوم الطيب المبارك ندعو الله تعالى أن يكون لنا نصيب في خيرها بإذن الله نوضح لحضراتكم في البداية ثمرات هذه الفائدة العظيمة المباركة ثم بعدها نتبع بطريقة تطبيق هذه الفائدة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى إخواتي الكرام أولا ثمرات هذه الصورة العظيمة وهي فائدة اليوم فهي صورة طيبة ومباركة لها الكثير من الخيرات والبركات بإذن الله سبحانه وتعالى إخواتي الكرام هذه الصورة الطيبة المباركة تنجي من أكبر الفتن وما أكثرها في أيامنا هذه حيث أن فائدة اليوم فيها كصص وعزات وعبر ونجاة من كل فتنة وشر فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ من أول عشر آيات اعتسم من الدجال فلابد أن تسارع بقراءتها بإذن الله وأن تكون مخلصا النية إلى الله عز وجل فاحذر أن تنتهي ليلة ويوم الجمعة وأنت لم تقرأ هذه الصورة العظيمة فيمكنك قراءتها في يوم الجمعة من بدايته وحتى نهايته فيمكنك قراءتها في يوم الجمعة من بدايته وحتى نهايته وهذا وهو الذي يبدأ من مغرب يوم الخميس إن شاء الله وينتهي بمغرب يوم الجمعة فعندك من الوقت ما يكفي لقراءة هذه الفائدة العظيمة المباركة بإذن الله تعالى ومن فوائد أيضا هذه الصورة الطيبة المباركة أحبتي في الله أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد رغب في قراءتها كل جمعة وصح عنه صلى الله عليه وسلم إنه قال من قراءها في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين وينبغي عليك أيها المسلم وأن تقرأ هذه الصورة المباركة في كل جمعة وأن تعي جيدا ما فيها من العزاط والعبر وأن تتحصن بها من كل فتنة وشر وضرر بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى أخوات الكرام وبعدما انتهينا من ثمار هذه الصورة العظيمة المباركة ننتقل ثانيا إلى تطبيق هذه الفائدة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى وباسم الله تعالى نتوكل على رب العالمين وباسم الله تعالى نتوكل على رب العالمين ونبدأ بتوضيح هذه الفائدة إخوات الكرام عليك لتنفيذ هذه الفائدة أن تكون طاهر الثياب والبدن وأن تتودأ وتحسن الودوء ثم تجلس في مكان طاهر رائحته طيبة ثم تقف بين يدي الله عز وجل وتضع في نيتك ما تريد من رب العالمين حتى يحققه الله تعالى لك حتى يحققه الله تعالى لك ثم بعدها تصلي ركعتين ثم تجلس في مكانة بعد الصلاة باتجاه الكبلة الشريفة وتصلي على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله بأي صيغة تنشأت سواء كانت بصيغة الإبراهيمية وهو أفضل أو بصيغة تيسرت لديك بفضل الله سبحانه وتعالى تصلي على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله بعدد 21 مرة ثم بعدها تذكر اسم الله تعالى الحنان تقول يا حنان يا منان بعدد 99 مرة تقول يا حنان يا منان بعدد 99 مرة ثم بعدها بفضل الله تعالى تقرأ سورة الكهف تقرأ سورة الكهف مرة واحدة ثم بعدها بفضل الله تعالى تذكر اسم الله تعالى المغني وتقول يا مغني بعدد 21 مرة أو 21 مرة ثم بعدها بإذن الله سبحانه وتعالى وبفضل الله قل أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله بعزيز صيغة أحبتي في الله وتقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بعدد 21 مرة ثم بعدها بحول الله وقوته ارفع يدك إلى السماء وادعوا الله تعالى بما تشاء وادعوا معي بهذه الأدعية العظيمة التي سأرددها على حضرتكم الآن في يوم الجمعة الطيبة المباركة لعل لا تكون ساعة استجابة إن شاء الله فإني داع فأمنوا اللهم يا مطلعا على جميع حالاتنا اقدي عنا جميع حاجاتنا وتجاوز عن جميع سيئاتنا وتقبل جميع حسناتنا وسامحنا يا أرحم الراحمين نسألك ربنا سبيل نجاتنا نسألك ربنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا اللهم يا مجيب دعوة المضطرين يا مغيث المستغيثين يا راحم الضعفاء أجب دعوتنا وعجل بقضاء حاجتنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رزقا واسعا طيبا من رزقك الحلال اللهم في خير يوم طلعت فيه الشمس فهدنا وارزقنا وكرمنا وسعدنا واستر علينا نحن وكل المؤمنين والمؤمنات وجميع أهلنا يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين في الختام أسأل الله أن يوفق كل مرأة هذا الفيديو وأن يحقق له كل ما يتمنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في خير ترجمة نانسي قنقر